وكل المنتخبات الافريقية بتستعد كواليس الكواليس طبعا انتو عارفين مع مين من غير ما اقول لكم مالك الكواليس الافريقية ما ارجنين انا مساء الخير مساء الخير على حضرتك كابتن سيف وكل عام وحضرتك بخير وكل مشاهدينك ومستمعينك كابتن سيف كل سنة وانت طيب والسنة الجاية ان شاء الله بإذن الله تيجي تقعد مكاني وتبقى نجم من نجوم الاعلام لا يا كابتن حضرتك يعني حضرتك مكانة جزيرة خالصة كابتن دائما متقلق دائما مقصر الدنيا حبيبة كابتن سيف على الصورة قدامنا دلوقتي بقى كاس الكاميرون والتحضير للبطولة وكواليس الكواليس اللي عندك الجماهير حضور الجماهير الاستعداد المنتخبات فنادق الاقامة نفسك فأي حاجة متعنا اكيد الكاميرون خلاص جهزة بنسبة 100% لإضافة البطولة خلاص بدأوا يعملوا يعني تجارب حتى لاستقبال الجماهير واستقبال الصحفيين واستقبال الفرق بالفعل لبعض الفرق قدرت توصل خلاص الكاميرون وصلت بالفعل وفيه فرق اخرى حتى يعني منتخب زي منتخب غينة كان مع اسكر في قطر عشان الجو نتدرجة الحرارة في الفترة جيدة حديدا تبقوا ريبة شوعية من الكاميرون فيه منتخب مالي ومنتخب كوتيب واركان وعندهم مع اسكر في السعودية كل الفرق اتعدد بشكل جيد جدا كل الفرق حضرة بمخترفينها ممكن فرق او فرقتين يكون عندهم لاعب او اتنين فقط هما اللي مش هيختاروا بسبب الكورونا او بسبب الاصفات لكن بطولة ام افريقيا كاملة بكامل النظوم الكاميرون خلاص استعد زي ما قلت حدك بنسبة 100% مفيش اي مشاكل هناك في الكاميرون ومفيش حتى مشاكل الان مع الاتحاد الدوري والاتحاد الافريكي الكورد القدم اللي اتحقيق فانتينو شخصيا اتصل الاتصال تليفوني بتاتريس موتيبي وقال له احنا بنوجه كل الدعم للقارة الافريقية والاتحاد الافريكي الكورد القدم للنجاح بطولة الامم الافريقية اه في الكاميرون خلاص يعني ان شاء الله لانطلاقة البطولة هي هتكون سبع يناير لكن الردود بقى يا كابتن سيف عادي وقفك على حكا اللي جاية النهاردة من الكاميرون تحديدا على تصريحات كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر دايما منتخب مصر بيدخل اي طولة ان هو منافس شرس الكاميرون عارفين ان هما في 2017 منتخب مصر هو كان منافسهم دايما منتخب مصر عقدة لكبرى المنتخبات في الكارل الافريقية لكن ان هما النهاردة بيلاقوا مدرد منتخب مصر بيتكلم وبيقول انه مطلبش منه ان هو يكون يعني يحصل على طولة الامم الافريقية فاعثقت ان يعني لازم التصريح ده نقص عنده كتير واكيد لازم المسؤولين سنعام الرياضة في مصر ومسؤولين عن التحدي الكورة يتحدثوا مع كارلوس كيروش ويساهموه معنى وقيمة منتخب مصر كارل الافريقية النهاردة حدثها الشاعر كله هو تصريحات كارلوس كيروش تصريحات ليست في محلها تماما يجب عليه ان يقول يعني ان هو معي منتخب كبير منتخب مصر منتخب قوي فاي طولة منتخب مصر بيشارك فيها منتخب مصر باسمه بيكون مرشح قوي لكن هو يقول ان هو محدش طالب منه ان هو يحقق بطولة ام افريقيا وان هو يعني حلمه ان هو الوصول الى كاس العالم اعتقد ما حلفهش التوثيق في التصريح ده تحديدا يعني كارلوس كيروش طيب انت دلوقتي بقى لك سنة معايا بتكلمني عن الكاميرون موضوع كورونا الكاميرون موضوع كورونا ثم الناس في الكاميرون يقرروا ان الاستاذات تشتغل بطاقة 80% من طاقتها اكيد يعني خلاص القرار الافريقية كلها خلاص بالنسبة لمطاق كورونا والعالم كله خلاص الفاكسين حل مشاكل كبيرة جدا لكن اه الكورونا بتكون منتشفة لكن هم عملوا تعليمات ان سواء من الاعلامين او الناس اللي هتحضر بيتم اجراء تحليل لهم قبل الحضور للمباريات وباللي تكون نتيجته يعني نتيجة سلبية هو اللي بيستطيع يحضر اللقاءات الكاميرون نجحت في تنظيم بطولة امم الافراكة للمحليين في العام الماضي نجحت نجح كبير في تنظيم البطولة تحضور الجماهير والبطولة النسخة الحالية كل الفنادق كاميرون الشقة اللي بتتأجر هناك حتى من الجانب الجماهيري كلها مستحمة خلاص ما بقاش فيه اماكن البطولة دي احتجحت حضور عدد جماهيري كبير جدا كابتن سير كل الناس جاية من كل دول العالم وكل قرار افريقية مستسرين بالكاميرون عشان يشاهدوا البطولة حتى الافراكة اللي عايشين في اوروبا خلاص رحلاتهم ورحلات التهيران كلها بدأت من الان تتجه الى الكاميرون ويستعدوا للبطولة من وجهة نظر الكاميرون هتنجح في تنظيم البطولة بنسبة مية المية وهتكون بطولة قوية جدا 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 كل المنتخبات رايحة عالبطول عشان تماثت عالبطولة ما فيش منتخب او مدرب من المنتخبات الفرق الكبرى او على الاقل من العشر منتخبات الكبرى اللي هيلعبوا مرحلة النهائية من تصفات كثير عالم ما قالش انا رايح البطولة غير وقال انا رايح ااخد البطولة معادة قلط كيروش فقط هو اللي بيقول هل هل المحترفين في اوروبا هيكونوا موجودين اول كابتن كل المحترفين متوجدين كلهم يعني منتخب كوتيفور جاي بكامل نجومه ومنتخب السنغال بكامل نجومه منتخب الكاميرون بقى فيه سباق كبير جدا من اللعيبة المحترفة في اوروبا بتتنافذ بشكل كبير جدا ان هي يعني تتنافذت قابل لما القائمة والمدارب بورتغالي طب فيه اتنين مهاجمين في منتخب ناجيري اعتذر على الحضور من المهاجم نابولي اه فيكتور اسمن كان عنده اصابة قوية جدا والاصابة دي قال ان هو هيغيب ثلاث شهور وبالفعل بعد اقل من شهر فيكتور اسمن قال ان هو تعافى من الاصابة وهو هو جاهز ان هو شارك لكن نابولي اعلن ان هو مصاب بالكورونا وانه مش هيشارك في البطولة ودي تعتبر يعني ضربة كبيرة جدا لمنتخب ناجيري لانه واحد من المهاجمين الكبار كدن والمطلوبين في اكبر فرق العالم يعني ان هو ديكتور اسمن مطلوب في الارتنال مطلوب في ليفربول مطلوب في شيلتي مطلوب في الكو يعني في اكبر فرق الدوري الانجليزي ومن اغلى اللعبة قيمة تسوقية بالنسبة لسنه لكن هو اللعب اعتقد يعني هي مشكلة كورونا مش مشكلة اخرى لانه هو كتب على تويتر ان هو تحت امر منتخب بلاده في اي وقت اذا تدعى المدرب واللعب دوات يعني انا اعرف وعرف ناس مقربين دي اه شخصيا لا هو كان حلم ان هو شارك في التولة زي دي وشارك في التولة الفين والساعتاشر اه في القاهرة وايامها كان بيلعب في الدوري الفرنسي وبعدها انطلق انطراكها كبيرة في الدولة الايطالية واصبح من اهم المهاجمين اه حاليا في العالم مش في القارة الافريقية تتوقعها بتولة جيدة تنظيميا جدا 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 البطولة هتنجح كابتن سيف وحضرتك يعني بس كابتن سيف محدش هيقدر ينظم بطولة زي مصر بالضبط كده بالضبط محدش مش هنقدر نقول ان في حد دولة في القارة الافريقية هتقدر تنافس مصر او تنظم بطولة زي المصر نظمتها بشهادة الجميع لكن الكاميرون في الحدود وفي الامكانيات هتقدر تنظم البطولة الملعب خلصت الفنادق خلاص جهزت كل حاجة جهزت الملعب خلصت وجهزت يا مهرة كل حاجة حتى الملعب الأولمبي انت جبت اللفظين دول منين خلصت وجهزت دي هيا بقى جهزت كده طي حتى يعني الملعب اللي كان عليه المشكلة الملعب الأولمبي تحديدا كان عليه مشكلة كبيرة وتم تصريب سوالين الملعب غير جاهز اصبح الملعب جاهز تماما اللي هيست ضيف المباراة للفتاحية والبطولة ستشهد مولد نجوم كوباركتن فيه نجوم النهاردة اول مرة بيتم استدعائهم في بعض المنتخبات الأفريقية لكن خلاص البطولة ان شاء الله هتشهد مولد نجوم كوبار والنجوم الكوبار المشاركين فيها بيتائلوا من وزنها بشكل جديد جدا خلاص القارة الأوروبية كلها عندها لعيبة بيلعب كبرة الأندية في أوروبا كلهم هيلعب بطولة أم الأفريقية كل أوروبا بيتابع البطولة عشان بيتابعوا لعبتهم هي في حالة غريبة برضو حصلت منتحب جامبيا مدرد منتحب جامبيا صديق لها يشاركوا في تاريخهم المنتخب الجامبي كان عنده حوالي ثمانتاشر إصابة كورونا سفوق الفريق اه كان عنده إصابات كورونا بشكل كبير جدا حوالي خمانتاشر لعب وتلاتة في الجهاز معاه يعني ولغوا حتى المتشاط الودية اللي كانوا المفروض آآ يلعبوها لكن ان شاء الله البطولة تمر على على خيره وتعدي بشكل جيد ويكون منتخب مصر ان شاء الله يعني دي النصيب ان هو يكون يطوت بالبطولة دي يعني بالإمكانيات اللي عندنا بوجود محمد صلاح واحد من أفضل لعيد العالمين ان شاء الله بإذن الله البطولة دي تشهد تقلق كبير كالمعتاد وكوش غير ربنا يحميه صلاح أكيد أكيد ان شاء الله كل العيون تتجه نعم محمد صلاح النهاردة منتخب مصر داخل اسمه والتاريخه وعنده واحد أفضل لعيد في العالم فنهاردة انت داخل أكيد مفروض تكون داخل تنافس على البطولة ديك يعني حتى باسمك بتاريخك بوجود لعد بحجم محمد صلاح بسوف رئيتك كوة ضربة كبيرة بالنسبة لك قصاد أي فريق النهاردة انت لو تتعب أي فريق يعني اللعيبة اللي قصادك بيعايزين يتفرضوا على محمد صلاح النهاردة أكبر لعيبة في العالم بيتمنوا بس يشوفوا محمد صلاح وهو بيلعب قصادهم ان شاء الله تكون يعني مسافر همار ولا قاعد؟ لغاية دلوقتي قاعد بس ان شاء الله يكون متفاجد يعني هناك في آخر لا احنا عايزينك تروح هناك بقى عشان نشوف مع بعضها هنعمل ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله كافة ان شاء الله يا رب بشكرك شكرا جزيلا ماهر جنينا نجم الكارة كوليس الكارة صمراء بشكرو شكرا جزيلا